دايماً اتعودنا على الحاجة الكريمة لما يبقى فريق بياخد عليك الرزق انت بتدفع الفاتورة الزمالك قدر فعلاً يدفع سراميكا الفاتورة لكن في شيء منع الزمالك انه هو يدفع سراميكا الفاتورة دي زايدة ويمنع سراميكا من انه هو ياخد الرزق ده كان ايه الشيء ده بقى؟ وجود أوباما كمهاجم في الزمالك أوباما فشل مع الزمالك في انه هو يعمل الاستفادة من مغامرة السراميكا إزاي تعال نشوف سريعاً صور بتستعرض معنا الشكل الزمالك الزمالك بدأ اللقاء كده دونجا عبدالله السعيد نصر ماهر أوباما زيزو مصطفى شلم في الشروط الثاني اللي هو أسوأ فترات الزمالك اللي استعاد في الاستبالة ده في التعادل حنلاقي إن المساندة بتاعة أوباما من زيزو وشلم تراجعت نشوف الصورة اللي بعدية حتلاقي إن بقى أوباما لوحده وهنا أوباما ما قدرش يستفيد من تقدم خطة فعصر ميكل إنه مش لعيب يقدر يلعب في مساحات فاللي حصل إن زمالك صلح ده لكن في آخر فترة اللي زمالك سجل فيها لما سحب أوباما نبص على آخر الصورة سريعاً دي الفترة اللي زمالك سجل فيها لذا في نهاية اللقاء سحب أوباما نزل اللعبة تجري بقى في المساحات زمالك عنده عمار عنده نضاي عنده زيزو تعال نشوف فشل أوباما في الاستفادة من المساحات بتاعة السيراميكا هنا زيزو بيرميله الكرة ده لو لعيب سريع كان يقدر يروح أوباما مش قادر يستفيد من المساحات الموجودة في تقدم خطة فعصر ميكا ودي مش مرة سريعاً برضو نيجي اللقطة اللي بعديها هتلاقي إنه دايماً بيبقى فيه مساحة ودايماً أوباما بيفشل في الاستفادة من المساحة دي بص هنا يعني هنا نصر قادر يستفاد من مغامرة السيراميكا اللي هو واحد على واحد وعدة أوباما هنا يمكن دي بلوموش عليها قوي لكن بشرح لك إنه أوباما قتيحت لي أكتر من كرة يقدر يندم سيراميكا على تقديم خطة فحم اللي ما قدرش يستفيد منها يمكن كتأبرز لقطة اللي هي الجاية دي كانت تمريرة ممتازة من نصر ماهر أوباما هنا استفاد برضو لكن مشكلة أوباما الكبيرة دايماً ساعات كتير تفكيره بيروح لأكبر من إمكانياته في الحالات اللي هي الثقة دي إلعب على قد إمكانياتك شويتين الكرة دي آخر كرة بس أنا عايز أشرح لك فيها خليت الناس تركز مع باص عبد الله السعيد عشان نشوفه القيمة هنا بص عبد الله بص هنا وهو مش محضر قوي بص الباص حيطلع من رجله عامل إزاي قال بالك الكرة جايله بيستلم ويطلع على طول أوباما بص هنا أوباما برضو بيختار إن يرجع ده لو نفترض إن ده سيف الجزيرة أو أي لعب تاني يستلم ويروح صح فده منع الزمالج كتير جداً في موقف كتير إنه يستفاد من المساحات دي ونرجع عجلية الناس تبص تاني على باص عبد الله السعيد عشان عجبني رجعه 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 شباب ما قال لك رجعه لأنه نعجبني الباص أيها من عبد الله السعيد أنا بعجبني فكرة إنه ما يبقاش عندك المساحة والزمن إن أنت تفكر وتبص وترفع لكن في نفس الوقت إنت محضر وعارف أنت هتعمل إيه عبد الله السعيد مع الفارق عشان بس بحب أقول الجملة دي دايماً زمان وأنا بفرج على زين الدين زدان أنا بحس هنا بفرج على زين الدين زدان إن فيه كامانجا شغالة في عصف بيحصل عبد الله السعيد مع الفارق طبعاً على الدولة المصري بتحس نفس الإحساس دا اللي هو كل كرة طلع من رجلة عبد الله السعيد فيها مزيكة أنا بحقيك على التشبيه والوصف بتاع عصف الكامانجا لأنه فعلاً أشبع بماسترو بيعجبني فيه فكرة اللي هو بنفتخطها كتير فيما لعبنا كانت موجودة زمان في لعبة كتير اللي هو قبل ما تجيله الكرة غالباً شايف وعرفه وحيعمل إيه صح بتشوف دلوقتي لعبة كتير كريم ببص تحت رجله كده كمان يا خليف كلماتك على قوالة الباصة ممكن تاخد القرار ممكن يبقى عندك الفكر بس القرار بيطلع حلو النفس اللي الكلمة عليه في أوباما الخيال هنا واسع قوي يعني أوباما الفكرة هنا لامة اتنين وحط كده وضيحها الفكرة بقى عبد الله إن عنده الخيال ده بس عنده القدرة إن يطلع الخيال ده في سورة هم شايت تشتري